بسم الله الرحمن الرحيم او يتعرض للأذى من طرف الشياطين والجن ام لا لماذا لاننا سمعنا من بعض الرقات الخرافة والدجل المصابون اصلا بالسحر والمس وهم يعالجون الناس بالرقية الغير شرعية حيث يعالجونهم عن طريق الحوار وعن طريق الاستعانة وعن طريق الاستغاثة وعن طريق استعمال واستخدام الشياطين الشياطين الجن الذين يقولون بانهم قد دخلوا الى الاسلام ويصلحون ما ابسدوا كذبا وبهتانا يكذبون على عقول المرضى المساكين من اجل ان يدعوهم الى التعامل والصداقة مع هؤلاء الشياطين الخبثاء الذين يعملون معهم والذين يجلبون اليهم المرضى من اجل اكل ام لا بينهم بالباطل والعيد بالله حيث يأتي ذلك الشيطان الجني وقد ذكرنا لكم مرارا وتكرارا يأتي في الحلم للكثير من المرضى على انه ذلك الراق المخرف على اساس انه يرقي هذا المريض في الحلم وعندما يستيقظ المريض يبحث عن صورة ذلك الشخص الذي رأاه في الحلم ويبحث ويسأل ويذهب الى اليوتيوب ويذهب الى وسائل التواصل الاجتماعي فيجب ذلك الشخص نفسه الذي رأاه في الحلم هو هذا الشخص الذي يراه الان في الحقيقة امامه فيذهب اليه من اجل العلاج وهذا في الحقيقة لامرين الامر الاول من اجل ان الشيطان اخذه بهذه الحيلة وبهذه الطريقة الى صديقه الذي يعمل معه هذا الراقي المخرف والثاني هو من اجل ان يعينه هذا الراقي في التسلط اكثر واكثر على ذلك المريض عن طريق الحوار والاستعانة والمزاح والمصامرة والجلوس والضحك وتعبير بالالفاظ الكبيرة ملك امير قوي وكذا وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا وبيناه ووضعناه توضيحا مفصلة المهم يقول احد المخرفين المغاربة في هذه النقطة لما سئل ماذا يحدث لك مع الشيطان ومع الجن بسبب انك راقي يقول هذا الامر يحدث مع الكثير والكثير بل مع جل الرقات يحدث معهم امور كثيرة وكثيرة وكثيرة وهذا كذب هو يكذب على المرضى المساكين الذين لا يعرفون عالم الجن والشياطين ولا يعرفون عالم السحرة والكهنة ولا يعرفون فتاوى العلماء ولا يعرفون العلم لماذا لان الشياطين يتسلطون ويؤذون وينتقمون من من ينتقمون من الذي به السحر وينتقمون من الساحر وينتقمون من الكاهن والمنجم والعراف اما الراقي الشرعي الذي يرقب الكتاب والسنة يرقب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتوفيق من فتاوى العلماء الأجلاء هذا لا يؤذوه ولا يسمع بهم ولا يراهم ولا صلة له بهم أما الراقي المخرف الدجال المصاب بالسحر والممسوس كما نرى الكثير من الرقات الآن هم غالبهم وجلهم ممسوسون بالمس الشيطاني لماذا لأنهم مصابون بالسحر وهم أصلا يعترفوا وبالخصوص رقات المغرب يعترفوا بأنهم مصابون بالسحر ويرون تخيلات ويسمعون أصوات وتحدث لهم بعض الحكايات وبعض الأمور التي تدل على أنهم مصابون بمس فهؤلاء الرقات الخرافة والدجال يكذبون على المرضى المساكين يكذبون عندهم الكذب والبهتان والخداع والمكر وهذا الكلام الذي يقولناه غير صحيح الراقي الشرعي الذي يرقي بالكتاب والسنة المحافظ على قراءة القرآن وعلى الأذكار والأدعية في جلسة الرقية الذي يتعامل مع الشياطين ومع الجن بالعدل هذا لا يراهم ولا يسمع صوتهم ولا أي شيء ولا يستطعون إذا يته أبداً لماذا؟ لأنه الراقي الشرعي متحص بالقرآن ومتحص بالأذكار وبالأدعية وهو يقاتلهم ويدفعهم بالعدل أما ذلك الإنسان الذي يدفعهم بالظلم ويدفعهم بالكيانة والدجل والذي لا يرقي في رقيته بالرقية الشرعية التي جاءت عن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هذا هو الذي عرضة للشياطين يتلاعبون به ويفعلون في الأفعيل ومن بين هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين فإذا كلام هذا المخرف الضائع المائع الكذاب غير صحيح ولا صلة له بالصحة تماماً فالراقي الشرعي لا يخاف على نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه متحصن بالكتاب والسنة متحصن بالأذكار والأدعية متحصن بالعلم بإذن الله سبحانه وتعالى فهو يقاتلهم بعدل لا يقاتلهم بظلم لا يستعين بهم لا يستخدمهم لا يستمتع بهم لا يستمتعون به لا سلة له بهم لا عهد بينهم لا وعد لا أي شيء فهم في جهة وهو في جهة فهم في واد وهو في واد فلا يستطيعون أن يتسلطوا عليه ولا يؤذوه بإذن الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مصاب بسحر لأن نقطة ضعف الإنسان السحر فهذا يكون عرضة للانتقام وللأذى من الشياطين الذين يتعبهم ويعذبهم ويطردهم بالقرآن الكريم أو إذا كان ساحراً يتعامل معهم ففي الأخير ينتقمون منه أشد الانتقام لأنه يتعامل معهم بظلم وبشرك وبكفر أما الراقي الشرعي فلا يخاب بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه متسلح بالقرآن وبالسنة ومتسلح بالعلم ومتحصن أشد التحصين والحمد لله رب العالمين وهذا ما أردت أن أنبه عليه وأجيب عنه لأن الكثير والكثير من الناس يسألون عنه على أساس أن الراقي الذي عنده مدة وهو مع الرقية يخالط الجن ويخالط الشياطين في رقيته هل يصاب بالأذى ويصاب بالانتقام أم لا فبينا بأن الذي يصاب بالأذى وبالانتقام هم السحرة والكهنة والدجاجلة وأصحاب البدع والخزعبلات رقات الخرافة والدجل أم أو راقي شرعي لكن مصاب بسحر فنقطة ضعف السحر التي جعلته يتصلت عليه الشياطين أما الراقي الشرعي المتحصن بالقرآن وبالأذكار وبالأدعية الراقي الشرعي الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم الصحابة بتوجيهات العلماء بإذن الله لا يراهم ولا يسمعوا صوتهم ولا أجي شيء فهم في واد وهو في واد ونحن الحمد لله رب العالمين عندنا سنوات وسنوات وسنوات ونحن نرقي ونعالج في الناس والتقينا مع الشياطين لا نقول كبار وعظماء المهم التقينا مع الشياطين فالشيطان شيطان سواء كبير أم عظيم أساغير أم لا فهو الشيطان في الأخير فقاتلناه ودفعناه بالقرآن الكريم وبالأذكار وبالأدعية والحمد لله رب العالمين لم نسمع بصوته ولم نرى ولم نحس به ولا أي شيء والحمد لله رب العالمين فابتعدوا عن هذا الكذب الذي يكذبوا هؤلاء الرقاة الرقاة الخرافة والدجل الذين يدخلون الخوف الرعب ويدخلون الهلع من أجل أن يجعلوا المرضى يتمسكون بهم ومن أجل أن يجعلوا المرضى يرونهم بأنهم هم الشفاء وهم الخلاص وهم النجاة والعياذ بالله ولكن النجاة هي الله سبحانه وتعالى التوجه إلى الله وقراءة القرآن والأذكار والأدعية والرقية الحمد لله كما قال العلماء نقطة كثرها الجهال الرقية عبارة عن نقطة كثرها الجهال بالكهانة والدجل الرقية عبارة عن آية وذكر ودعاء أما هؤلاء الرقات الخرافة والدجل أكثروا فيها وأدخلوا فيها مما ليس هو منها فحرفوا الرقية الشرعية وأبعدوها عن مصاريها الصحيح لكي يجعلوا الناس يتبعونهم ويلتسقون بهم ويرونهم هم الخلاص ولا يد بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته